سجال بين السلطة الشرعية والحوثيين حول أسباب أخطر أزمة وقود تعصف بالبلاد منذ نحو شهرين تتجل الأزمة بشكل كبير جدا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شمال غرب البلاد حيث أوقفت أو هددت بإيقاف الأنشطة الصناعية والاقتصادية في هذه المناطق على مقربة من ميناء الحديدة يقف منذ أيام عدد من السفن المحملة بالوقود بانتظار الإذن بالرسوف الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين دخل منها حتى الآن إلى الميناء ثلاث سفن تحمل مادتي البنزين والديزل وفقا لتصريحات متطابقة صادرت عن الحوثيين والتحالف العربي تشكل أزمة الوقود أحد أسوأ مظاهر الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ونصف ويعود سببها الرئيس إلى إصرار الحوثيين على التصرف بعوائد الرسوم الجمهورية والضريبية التي تقول الحكومة إنها توفر أهم مصادر دعم الحرب وتصدر أذون استيراد شحنة الوقود من دوائر ضيقة في السلطة الشرعية وبموجبها يسمح التحالف بدخول السفن إلى ميناء الحديدة لكن الحكومة يبدو أنها باتت أكثر إصرارا على ضرورة توريد عوائد الرسوم الجمهورية والضريبية إلى حساب خاص في فرع بنك المركز اليمني بالحديدة يخضع لرقابة الأمم المتحدة وذلك لتأمين رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحكومة وفي أحدث بيان صدر عن اللجنة الاقتصادية اتهمت الحوثيين بمنع تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية لدخول سفر الوقود التابعة لهم إلى ميناء الحديدة في مخطط قالت أنه يهدف لخلق أزمة وقود جديدة في مناطق سيطرتهم والتهرب من حصر الإرادات القانونية من تلك الواردات وإفشال جهود الحكومة في تحسين الوضع الإنساني كما اتهمتهم بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها لتمويل نشاطهم السياسي والإرهابي وفقا لبيان اللجنة الاقتصادية وحذرت الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر لا يلتزم بشروطها فيما يتصل بتسديد الرسوم الجمهورية وستعتبر أي تعامل مع الميليشيا خارج هذه الشروط جريمة تمس الاقتصاد الوطني وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن خلال السنوات الماضية كان الحوثيون يتلقون شحنات من الوقود مقدمة من إيران ما ساعدهم على إنشاء سوق موازية لأهم السلع الأساسية وتوظيف عوائدها في تدعيم سلطتهم وفرض خياراتهم السياسية لكن إجراءات حكومية صارمة مستندة إلى اتفاق سوكولم قاضت بحصر قرار الاستيراد بها وإعادة توجيه موارد ميناء الحديدة إلى حساب خاص بما يسمح بصرفها كمرتبات للموظفين المدنيين الخاضعين لسلطة الميليشيا الأمر الذي يفسر سبب تعثر المفاوضات بهذا الخصوص حتى الآن ترجمة نانسي قنقر